مبارح كلنا كمصريين تابعنا بيان الحكومة الجديدة اللي تلاه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة محاور أساسية ومهمة حول حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية بناء الإنسان المصري بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كمان تعزيز الاستقرار السياسي والتماسك الوطني وأهداف كتيرة جدا ترحها الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا البيان وكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية الفترة المقبلة في رؤية كمان مستقبلية ازاي حيحصل تعامل مع الشباب ازاي حيحصل تنفيذ للتكلفات السياسية اللي واجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خليها ناخد خراءة كده في بيان الحكومة أمام مجلس النواب ماذا تعهدت الحكومة في برنامجها الخدمي وإيه اللي حتقدمه الفترة المقبلة في بيانها قدام مجلس النواب من رحب النهاردة في فقرتنا وبيضيوفنا أقل من ورنا ومشرفتنا في الستوديو الأستاذ هند مختار مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول ملاف مجلس الوزراء من ورانا أهلا وسهلا بحضرتك ودكتور محمد كلاني أستاذ الاقتصاد وعضو الجماعية المصرية الاقتصاد السياسي أهلا وسهلا بك بداية الإمبارح كان فيه بيان للحكومة ويعني موقع التواصل الاجتماعي ورأي العام كده بيقول إن الحمد لله البيان شكله مبشر جدا إن شاء الله إحنا شايفين القراءة للأهداف اللي وضعتها الحكومة قدام المجلس الإمبارحي يعني هو برنامج الحكومة النهاردة كان برنامج بيتضمن عرض للتحديات بشكل واضح تحديات الواجهة مصر وبناء عليها نتج أزمات داخلية الحاجة التانية كان الأهداف اللي تمت والمستهدافات التي ستتم الفترة المقبلة كان البيان زي ما بنقول للناس شافتوا إنه هو مباشر لأن اللغة بتاعته كانت لغة بسيطة موجه للمواطن المصري كان أكتر حاجات اللي بيركز عليها أو الأهداف هو إيه اللي هيحصل للمواطن المصري الفترة الجاية يمكن كان يعني اللي بيهم المواطن المصري الأزمة اللي كلنا بنعاني منها أزمة القارب فكان فيه تعهد واضح وصريح من رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في حل هذه الأزمة أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري هيكون فيه وقف لتخفيف الأحمال في فترة الصيف بنهاية قبل نهاية كمان العام الجاري 2024 هيكون فيه حل نهائي للأزمة بالكامل الحاجة التانية الموضوع بتاع الأسعار هو ده يمكن أكتر حاجتين بيهمه المواطن المصري هو الأسعار فكان بأن الحكومة واضح أن الأسعار ارتفع بشكل مبالغ فيه نتيجة أزمات اقتصادية فرضتها تحديات عالمية فبدأت الحكومة تحط خطط بدأت تحط خطط عجلة كمان يعني ضخ عدد كبير جدا من السلع في لجنة شكلت عشان مواجهة الارتفاع بتاع الأسعار الفترة المقبلة هيكون فيه أكتر ضخ مزيد من السلع في الأسواق المصرية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ضبط الأسعار فيه كل ما يخص المواطن المصري تعليم صحة أزمة كهرباء سلع كان كله مبارح واضح فيه بيان السيد رئيس الوزراء روح دكتور كلاني مبارح دكتور مصطفى مدبولي وصف الحكومة بأنها حكومة تحديات وقال أنه فيه تحديات لها أوجه متعددة سواء داخليا أو خارجيا طبعا ما يحدث في الإقليم أو الصراعات العالمية شايف مهام هذه الحكومة وصفت كل هذه التحديات إزاي؟ خاصة أنه حتى في حوار له قال أنا المواطن يعني بيشوف استراتيجيات كتيرة بنضحها لكن المواطن عايز الفترة اللي جاية يشوف خطوات فعلية على الأرض فإزاي الحكومة الجديدة ممكن تقدم أو تترجم هذه الاستراتيجيات والبيان إلى خطوات يشعر بها المواطن؟ بلا شك بيان الحكومة كان بيان واقع جدا تلامس بشكل أو بآخر مع كل الباحثين في مصر ومع المواطنين ومع كل من له شأن بشكل بعض الأمور الاقتصادية وبعض الأمور القطاعية ومع بعض المستثمرين بشكل أو بخصوة كان مستثمر محلي أو أجنبي وخلينا نوصف ونقول أنه الحكومة قطعت على نفسها بشكل مبدأ أنه حسبت نفسها قبل أن تبدأ يعني قالت بشكل جيد أن أنا النهاردة عندي معدلات بطالة برقم كذا معدلات نمو وأنا مستلماها بشكل أساسي وعندي معدل داخل قاوم ومعدل ناتج محل إجمالي وعندي داخل المواطن بالنسبة لي ناتج المحل الإجمالي بيمثل بنسبة كذا فأنا النهاردة استلمت هذه الأرقام وهذه النسب فأنا قطعت على نفس الفترة اللي جاي أن أنا هنمو بهذه الأرقام فده من الناحية الأولى الناحية التانية واللي هي أساسية بشكل جيد أنت قدام النهاردة تغيرات جيوسياسية في المجتمع الدولي عندك كل المؤامرات الدولية النهاردة بتحيك بيك اقتصادية يعني كان من فترة ممكن نسمع عن أنه فيه أزمات سياسية فبتعكس أزمات سياسية لكن النهاردة أي أزمة سياسية بتعكس أزمة اقتصادية أي أزمة اقتصادية بتعكس أزمة اقتصادية فأنت النهاردة كلمة السر النهاردة في أي دولة ونجاح أي دولة انك انت بتركز بشكل اساسي على الاقتصاد وعلى انك انت تشوف القطاعات اللي ممكن تديك ميزة نسبية قطاعات اللي ممكن النهاردة وزير ماليه قاعد واللي عند القطاع الصناعات التحولية والقطاع الصناعات الدوائية تقدر تديني النهاردة قيمة مضافة في الدخل القومي تقدر تعملي تحسين في المؤشرات فبلا شك اعتقد ان الحكومة اولوياتها في الفترة المقبلة انها تركز على القطاعات اللي ممكن تدينيك قيمة مضافة في الدخل القومي وتعمل مؤشر اللي هو في نهاية المطاف كله الدخل القاوم وبالتالي دخل المواطن اللي احنا كلنا كمصريين عايزين دخل المواطن نتحسن وبالتالي الكفة الاخرى من الميزان نحن نقدي بشكل اساس على ارتفاع العسعار الجنون وبالتالي ندخل المستورات بشكل اساس فاعتقد ان الحكومة عندها تحدي كبير التوقيت توقيت صعب هل هتقدر اه نقدر لان احنا عندنا موارد كويسة وعندنا مؤهلات تخلينا بشكل وباخر ان احنا نتخطى هذه الازمة فبلا شك اعتقد ان الحكومة جاءت في توقيت حاسم جدا وقطعت على نفسها مبدئيا انه لابد ان تحقق المؤشرات التي وردت فيها استراتيجية عشرين ثلاثين وكل التوصيات اللي صدرت عن الحوار الوطني وبالتالي اعتقد ان التوقيت بالنسبة لها توقيت مهم جدا فكرة time limit او فكرة الخطط الزمنية المعلنة المحددة بوقت ومعلن امام الجميع الدكتور مصطفى مدبولي مباريح تعهد بي ايجاد خطة زمنية لمدة ثلاث سنوات بيتم فيها حل بعض المشكلات لما نقول مدة ولما نقول ده بيدي شفافية كبيرة جدا للناس والناس تبقى عارفة تتوقع ايه بعد قد ايه يعني ده مش اول مرة طبعا الحكومة بتحدد البرنامج بتاعها يخلص فيه الاهداف في وقت قد ايه قبل كده كان عندنا سواء كان في البنية التحتية اللي تمت يمكن من التحدي الاكبر اللي قاله رئيس الوزراء امباريح ان اكبر تحدي كان بيواجه الدولة المصرية على مدار من 11 سنة هو وجود بنية تحتية اللي بناء عليها ترطب وجود بيئة تشريعية واستثمارية قوية عندنا برامج تم تنفيذها على مستوى وفي وقت زمن محدد المبادر الرئاسية حياة كريمة اللي غيرت حياة ملايين المصريين عندنا صفقة اكبر صفقة رأس الحكمة ده كان لها وقت محدد كثير من البرامج اللي تعادت بها الحكومة الفترة اللي فاتت او في الحكومة استبقى للدكتور مصطفى مدبولي كان فيه برامج تم تنفيذها وجود برنامج جديد في الحكومة الجديدة مع هذا الكم من التغيير الكبير في عدد الوزراء اكتر من 20 وزارة ده يعني بيضي المواطن المصري امل ان الجاي هو بتاع المواطن المشروعات الجاية كلها بتهدف للمواطن المصري وصالح المواطن المصري وجود خدمات وجود بنية تحتية في الاستثمارات جاز بمزيد من الاستثمارات الاجنبية كله بيعود في صالح المواطن المصري وبالتالي الحكومة تعهدت على مدار التلات سنين هيكون في استثمارات لو اتكلمنا بلغة بسيطة وهي لغة الارقام انا عندي على مجال الخدمي المجال السياحة عندي 30 مليون سياح خطة لحد 20-28 عندي مستهدف ان يكون في زيادة في معدلات التشغيل للانس لت 19% عندي كمان زيادة في معدلات التشغيل في المحافظات الحدودية ومحافظات الواجهة للقبلي عندي كثير من الارقام اللي تعهدت بها الحكومة المصرية ان هي هتعملها خلال التلات سنين اهمها كمان ويمكن زي ما الدكتور قال موضوع الاقتصاد ومعدلات النمو انا عندي معدل نمو تعهدت ان انا هكون 4-2 من 10 في اول سنة تدريجية لحد الثلاث سنين هوصل لـ 5% فانا عندي برنامج واضح محدد بارقام محددة كله بحطوط قدام المواطن المصري يقدر يطالع عليه في القلب من البرنامج ده أستاذة هندو روح دكتور كلاني فكرة بناء الانسان المصري لان دي بتتصدر اولوية البيان من يقرأ البيان مبارح وده محور مهم جدا ويعني وفقا لتوجيهات السيد الرئيس المهم هو بناء الانسان المصري وعشان ابني الانسان المصري في قضيتين مهمين جدا التعليم والصح الى اي مدى الحكومة ممكن تشتغل على المصارين دول خصوصا انه في العشر سنوات الماضية شفنا بنية تحتية منشآت صحية وتعليمية ومدارس وجامعات جديدة دكتور مصطفى مدبولي بيتكلم على انه لا انا ههتم بالبنية التحتية لكن ههتم ايضا بالجودة بجودة الخدمة الصحية للطلبة التعليم والصحة شايفهم ازاي التحدي في برنامج الحكومة الجديدة يعني انا اعتقد انه يعني احنا بنلاحظ بقالنا فترة انه الحكومة مهتمة جدا بمجال التعليم وما بقاش عندنا تعليم نمط احنا نهاردة دخلنا في مرحلة التعليم المتخصص التعليم اللي بركز بشكل اساسي اننا النهاردة هاخد الطالب او هاخد الطفل منذ البداية في حاجة تخصصية بحيث اننا النهاردة مش هاخش بقى في مرحلة ان الطالب تخرج من الجامعة ويبدأ يصطدم به صوق العمل وبالتالي يلاقي التخصص اللي هو كان بيدرسه في الاطار النظري مختلف تماما عن الاطار العمل وبالتالي يصاب به بعض الامور فاعتقد ان الحكومة من الجانب التعليمي هي بدأت استراتيجية واضحة جدا انه لابد من وجود التعليم المتخصص وده اللي احنا بنشوف النهاردة في المدارس السنوية المتخصصة بشكل جيد جدا جمعات التكنولوجية اه دي حقيق وعلى فكرة كل المعاهد التكنولوجية وكل الكليات التكنولوجية او تطبيقية احنا منروح مشاريع تخرج وبنشوف ان احنا عندنا الكوادر كويسة جدا يعني خلي بال حضرتك انت عندك بنية بشرية تعليمية قوية جدا انت كل الموضوع انك انت تاخدهم كقاطرة الى المستقبل عن طريق ان انت تحط لهم برامج وعن طريق ان انت النهاردة تعمل لهم تحسين للبيئة التشريعية وتعمل لهم محافزات وحوافز وتعطي ضمانات وبالتالي اعتقد ان الجانب التعليمي في مصر مصر ده استراتيجية واضحة جدا وده اللي احنا بنشوفه بشكل وباخر كل القصة انك انت محتاج بس تعمل برامج تسوقية لكل هذه المخرجات التعليمية بحيث انك انت النهاردة تحط نفسك فيه مع المؤشرات الدولية اللي كلنا بنبحث عنها الصحة اعتقد انه دولة رئيس مجلس الوزراء والسيادة الرئيس مهتمين بشكل اساس جدا وخلينا نبدأ حتى من منذ المبادرات يعني انت عملت مبادرة 100 مليون صحة وبعض المبادرات التي التلاتها وحتى حياة كريمة بتلمس معها بهذه المبادرات لانه بشكل وباخر انت بتعمل مكياس للمجتمع عايز تشوف بشكل وباخر النواحي الصحية لانه ممكن يكون فيه عبء على وزارة الصحة في سبيل انها تديني بعض المؤشرات في سبيل انها النهاردة لما قلها انا عندي كام حد مصاب بفيرس كابا دي ممكن يكونش المؤشر دقيق لكن لما بتعمل مبادرات خارج اطار الموازنة بتديك المؤشر بدقة جدا فاعتقد انه مجال الصحة في الفترة القادمة سوف ياشى التغيرات كبيرة جدا وبالتالي ممكن يكون له جدوة كبيرة جدا على المواطن وايضا الدولة لديها اعتقد حتى فيه توسعة في الموازنة الخاصة به وزارة الصحة طيب احنا بنتكلم عن ان الفترة اللي فاتت تم اطلاق العديد من المبادرات والدولة شغالة على التوازي مع بعض فا اكتر من حاجة شغالة على دعم المواطن وفي نفس الوقت على دعم الانتاج ودعم الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي وغير 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 حريك متخيلة أنه الفترة القادمة الحكومة ستعمل على إيه عشان تحسن من جودة حياة المواطن وفي نفس الوقت تكون بتدعم الصناعات المختلفة والإنتاج الزراعي بحيث أنه ينعكس في الآخر على معدل النمو بصفة عمل يعني ملف الصناعة هو من الملفات اللي يمكن كان واضح فيها السيد الرئيس الوزراء بعد تكليف السيد الرئيس لي كان قال أن الملف الجاي هو ملف متعلق بالصناعة بشكل كامل أنا عندي 152 فرصة استثمارية وتعميق للتصنيع المحلي بتسعى ليهم الحكومة عندي تشجيع للقطاع الخاص ومستهدف 65% أن يكون زيادة حجم الاستثمارات بتاعة القطاع الخاص مؤخرا وقبل يمكن الحكومة استطبقها لرئيس الوزراء وحاليا الجوالات اللي قام بيها رئيس الوزراء لتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الصناعة وتعميق للمنتج المحلي والصناعة المحلية كانت كثيرة جدا الفترة الجاية هي زي ما بنقول هي قاطرة التنمية هتبدأ من الصناعة القطاع الخاص تشجيع لمنتجات المحلية ويمكن الأزمات العالمية اللي شهادتها مصر وتأثرت بيها مصر بعد الأزمات اللي حصلت بقى عندنا إيمان راصغ بأن تعميق المنتج المحلي الصناعة المحلية هي المرحلة الجاية محتاجاها أكتر فالفترة الجاية كلها البنت العريض فيها أو الملف الأكتر فيها تركيز على الحكومة هو ملف الصناعة ملف الزراعة المحور الأول مبارح لبرنامج الحكومة كان الأمن القومي وكان منها الأمن الغذائي والأمن السيبراني والأمن المائي لمصر في الأمن الغذائي رئيس الوزراء قال إن ده أمن قومي مصري في توسيع للرقع الزراعية فيه كمان تشجيع لي زيادة الصادرات المصرية فبالتالي الصناعة والزراعة ومعاهم قطاع الاتصالات وأيضا قطاع السياحة هي أربع مستهدفات مهمة جدا لحطتها الحكومة المصرية ودامها لفترة الجاية ودي مهمة جدا حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية بينها الأمن الغذائي والأمن السيبراني وده مهم لأنه الأمن المائي كمان كان فيه إشارة مهمة جدا أنه سنبقى نحافظ على حصة مصر من مياه النيل أهمية وضع هذه الأمور أمام المواطن لأنه المواطن مهم جدا يعرف أنه ما يحدث حولنا في الإقليم ما يحدث من صراعات مصر في قلب إقليم يعني ملتهب جدا فمهم أن أضع ده أمام الرأي العام التحديات اللي بتواجه بالمواطن بالضبط وده كان برضو اختيار المحور الأول المحور الأول في الحديث كان عن الأمن القومي بالمفهوم الشامل وهنا الفكرة بتاعت مفهوم الشامل سواء موجة الارهاب أو حتى تدعيم القوات المسلحة بشكله شفتي إزاي الاهتمام بهذا المحور وتصدره البيان أنا هاخد من حضرك أستاذ محمد كلمة حضرك لسه أقيلها اللي هو مصرحة المواطن دي حكومة وضعت قدام مجلس النواب ووضعت قدام المواطن المصري إحنا حكومة شفافية حكومة أي حاجة تحديات بنطلع نقولها يعني عندنا خطة بنحاول ويمكن أنا في الجزء ده رئيس الوزراء في الأزمة بتاعت الكهرباء قال حاجة مهمة جدا قال ما فيش حكومة بترضى أن هي تقطع على المواطن الكهرباء ولكن دي تحديات بدأت الحكومة اللي هي تواجهها بحلول عجلة الأمن القومي المصري ده كان المحور الأول اللي حرس عليه برنامج الحكومة علشان يقول للمواطن المصري إحنا عندنا تحديات مش إحنا اللي عاملينها دي فرضتها علينا التغيرات اللي حوالينا التحديات الإقليمية اللي بيحصل حاليا في الإقليم وأن مصر جواها أو في قلبها فإحنا بنتعامل المشكلة جات بنتدي نتعامل معها فمحور الأمن القومي كان محور مهم جدا اللي هو يوضع فيه مقدم برنامج الحكومة يتم عرض كافة التحديات على المواطن المصري بكل شفافية وبكل وضوح وكمان يعني زي ما بيعرض له المشكلة بيعرض له الحل اللي بيعمله الدولة المصرية أو الحكومة بتسعى زي لحل هذا الأمر طيب مع انتهاء الفصل التشريعي التاني لمجلس النواب رئيس الوزراء حيمثل مرة تانية أمام مجلس الجديد إحنا متخيلين أن الهدف من ده إيه وأهميته حتكون إيه يعني أعتقد أنه يعني هاخد من كلام أستاذ هند أنه النهاردة الحكومة عندها نوع من المصارحة والشفافية مع المواطن وخلينا نبدأ أنه في شهر مارس الماضي من العام المنتهي كنا في المؤتمر اقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة والحقيقة إحنا شفنا برضو أيضا نوع من المصارحة المصغرة مع المستثمرين فده توجه الحكومة الفترة القادمة وخلي بالحضرتك أنه أنت النهاردة بتحاول تد المواطن المؤشرات وتحاول تفهم المواطن أنه النهاردة الدولة بتعمل إيه وبالتالي بتقوله الأزمات اللي عندنا عبارة عن كذا وكذا فأنت لابد أن تتطلع معي كسياسات اقتصادية وكسياسات تشريعية أنه أنا هعمل للفترة اللي جاية مراحل عبارة عن كذا وكذا وبالتالي ده نوع من المصارحة المهمة جدا بلا شك السيد رئيس المجتمع قطع على نفسه أنه الفترة القادمة سوف يكون هناك تغيرات بشكل كبير جدا سواء كان فيه السياسة تشريعية يعني عندنا بعض التشريعات إحنا محتاجين بشكل وباخر نحن نعدلها نزود بعض الضمانات والحوافز للمستثمرين لأنه ده مطلب مهم جدا لبعض المستثمرين وبالتالي أنت النهاردة محتاجة أن تحطي تشريعك بجوار تشريعات الصين بجوار تشريعات ألين بجوار تشريعات دور الميركسور لأنه بشكل وباخر أنت في مجال تنوفيسه بشكل كبير جدا للفترة القادمة في الإطار التشريعي أي حد مستثمر النهاردة لما بييجي شاهد أي دولة من حيث الاستثمارات وخريطة الاستثمارات ومناخ الاستثمار أول حاجة بيبص عليها هل هناك محافزات فيه حوافز فيه ضمانات فيه ترفيق فيه الدولة بتعمل إيه في البنية التشريعية عندها وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون تحول بشكل كبير جدا للفترة القادمة في السياسة التشريعية فضلا عن أنه السياسة الاقتصادية اللي هي التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا ودي ممكن أن نعنوانها بشكل أساسي جدا الحكومة مهتمة به داخل المواطن بالقضاء على ارتفاعات الأسعار بأنها تعمل نوع من البلورة الكبيرة جدا واللي أعتقد أهم ملفه أمام الحكومة الفترة القادمة هو ملف الصناعة وتعبئة السوق المحلي والإنتاج لأن دول أهم ثلاث أشياء أمام الحكومة الفترة القادمة فبلا شك أعتقد أن كل المحاور وكل القطاعات الاقتصادية في الدولة أتخدم بشكل أساسي جدا على هذا القطاع الحقيقي وكلام حضرتك كمان بيتتصق مع دخول مصر في شراكات دولية واستراتيجية وتكتلات اقتصادية جديدة يعني برضو التنظيم أو منظومة تشريعية لازم تتتصق مع التكتلات الجديدة زي البليكس أو غيره لدخلنا أرجع مرة تانية الأستاذة هند وفكرة بناء الإنسان المصري دي فكرة مهمة جدا استعادة قوة مصر النعمة مرة أخرى تأثيرها الثقافي داخليا وخارجيا قضية زي قضية تجديد الخطاب الديني الشباب اللي هي القضايا المعنية ببناء العقل المصري ودي كان فيها مساحة أو أفرد لها مساحة في البيان وحتى في حوارات دولة رئيس مجلس الأسر طبعا تجديد الخطاب الديني بناء الإنسان المصري الاهتمام بالتعليم والصحة زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية حتى زيادة مشاركة المرأة في العمل العام دي كلها كانت محددات واضحة في خطاب التكليف من السيد الرئيس للحكومة الجديدة تجديد الخطاب الديني أو قوة مصر النعمة زي ما حضرتك أشرت ده كان من الملف اللي ركز عليه رئيس الوزراء بعد أول اجتماع حصل عقب حلف اليمين وقال أن الفترة الجاية مصر هتبدأ تركز على استغلال قوة النعمة لها إحنا عندنا ملف واضح وصريح ملف استقافة فهنبتدي نركز بقى إزاي نشوف نستغل قوة النعمة لمصر خاصة وإن هي مش تأثيرها داخلي بس أنا عندي القوة النعمة أو الفنانين أو تأثيرهم داخليا وخارجيا أنا أقدر أن هما يكونوا صورة لما يحدث في مصر من إنجازات أقدر لنا أصدرها بره هما بيتكلموا عن مصر تعليم ويمكن أنا بس عايزة أخذ من دكتور محمد في الجزء اللي هو قاله أن أنا عندي تشريعات بدأت بالفعل عندي محفزات وعندي كتير من التسهيلات اللي عملناها للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عندي الرخص الزهبية دي لوحدها نهت وقضت على مشاكل كتير جدا وحلت كتير عندي وحدة استثمارية كانت مشكلة في مجلس الوزراء اللي حل أي مشكلات متعلقة بالمستثمرين تحولنا لنظر أهمية هذا الملف اللي إحنا بقى عندنا وزارة كاملة اسمها وزارة الاستثمار يعني ليها محددات ليها هدفها الجاي في خطتها واضح وصريح العمل أو استكمال مصاري الإصلاح الاقتصادي وفقا كمان لما وجه بيه سيد الرئيس للحكومة الجديدة علشان يكون عندنا مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة ختاما دكتور يعني احنا متخيلين أن هناك تحديات داخلية وهناك تحديات خارجية أمام هذه الحكومة الجديدة المواطن يتوقع منها إيه وهي تتوقع إيه من المواطن لمزيد من التعاون بحيث أن احنا نقدر نعدي هذه المرحلة أنا أعتقد أنه مؤتمر سيد رئيس مجلس الزراء كان نوع من المصارحة المشرففية مع المواطن بشكل أساسي وفيه حتى جهات رصد الشائعات اللي موجودة فيه المجلس الزراء أيما بدورها بشكل كبير جدا فأنا أعتقد أنه المواطن دوره كبير جدا الفترة القادمة أنه لا يسمع ولا يعني لا يسير وراء السوشيال ميديا في كل الإشعاعات اللي بتصورها بشكلها وبآخر لأنه نعرف كل المؤامرات الإلكترونية اللي بتحيج بمصر بشكل أساسي جدا الحكومة عليها دور كبير جدا ناحية المواطن لأنه المواطن ننتظر من الحكومة أنه يحصل نوع من انخفاض بشكل كبير جدا للأسعار أنه الحكومة تقضي على التضخم أنه عجلة الإنتاج تسير بوتيرة أسرع وخلينا نروح لأنه إحنا محتاجين نوع من أصناع الابتكارية وبالتالي هنكون عندنا نوع من الابتكار في الإنتاج ونبص على القطاعات اللي النهاردة مصر تقدر تقوم بيها بنفسها واعتقد أنه بعد الأمور اللي أخدتها الدولة الفترة الماضية وبتصير فيها حتى تاريخه أنه في نوع من التقشف الكبير جدا في مسألة الواردات وخلينا حتى نوضح للمواطن تقشف الواردات يبقى أنت النهاردة استخدمت المواد الأولية اللي موجودة عندك في الدولة المصرية وبدأت يتحولها إلى صناعة مكتملة فبلا شك القضاء بشكل أساس جدا على بعض الواردات اللي مصر تقدر النهاردة تقوم بيها كصناعة مكتملة يوقف تنزف العملة الصعب دي حقيقة فبالتالي ده بيعطيكي مؤشر إضافة أيضا في قطاع الصدرات يعني كلما أنت خفضت الواردات وعملت تقشف في الواردات الغير ضرورية فأنت بتزواد معدل الصدرات وبالتالي في نهاية المطاب بيصب لصالح المواطن يعني كل التوفيق للحكومة الجديدة حكومة التحديات وقدرة إن شاء الله تكتاز هذه التحديات وتلبي متطلبات الشارع المصر إن شاء الله الفترة المقبلة بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد كيلاني واستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي نورتنا وشرفتنا يا فندم كل الشكر لأستاذ هند مختار مدير تحرير اليوم السابع مسؤول ملف مجلس الوزراء نورتنا شكرا لحضيك ألا وسهلا بحضراتكم نورتنا وشرفتنا